مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هنا ان شاء الله نقدم لكم الموضوع خاص بغاز الامونيا غاز الامونيا شحال مبتدئ مربي مبتدئ في تربية الارانب كي سحب باللي هاد الاسماء بحالكة صعبة هاد الاسماء طبية ولا مهنية ولا احترافية لا ضروري ان هاد يعني متل هاد الاسماء ضروري اننا نحفظوها ان هي اسماء سهلة مشيشي حاجة غاز الامونيا غاز الامونيا اسموه وهو يعني ببساطة قاع مني كان دوزو من مكان دي الارانب كان نشمو واحد الريحة يعني شبه كارهة يا مشي كارهة ولكن الريحة دي الارانب انا تمنيت كن يعني كان الفيديو كي وصل حتى الرائحة يعني غادي نوصل لكم هاد الريحة اللي عندي انا يعني كان عندي شي اصدقاء عندهم يعني التربية دي الارانب مني كان ندخل اني كان دوز من حدا المكان دي الارانب كان نشمو واحد الرائحة هذيك الرائحة الحدة ديالها على حسب النوع يعني الدرجة ديال الرائحة يعني على حسب الحدة ديال الرائحة اذا كانت قوية بزاف عدوبين لهذا الارانب راهم عندهم غاز الانيميا عفوا الامونيا غاز الامونيا اذا شحن واحد كيمشي كيسمح في الارانب دياله يعني كيبقى ينقيع لهم من سمانة السمانة مثلا كي الناس اللي دايرين يعني واحد هو اللي كييراقب لهم هذيك التربية دي الارانب وذيك الشخص يعني ما كيقول له صافينا من سمانة السمانة او لمن يوحد الوقت عاد نقدر اناني يعني ننقيع لهم بالنسبة لهذا هذا خطاء كبير بالنسبة لهذا الموضوع هذا وهو اغلبية كيكون في التربية الارضية ان الناس اللي مربين تربية الارضية ديالما كان نصح بليكاج يعني كيما كتشوفوا معايا هذي الميكا هاي ميكا سميكا هذي الكاج كله دورت عليها بهذا الميكا هذي تحت ليها بعشرين دلم عشرين دلم مرة ما كتمشيش فن بني هنا كتربط ربطة عادية يعني المتاح ممكن انكم تديروا السلكي ممكن انكم تديروا يعني كتانا ولا كوردة ولا كتربطو على اربع جهات انتوما جهة الثانية مهم مربوط على اربع الجهات كتدير الثقب في الوسط انتوما واش خبلكم راوما هذي التقب في الوسط اني فيه واحد خمسطاشر سنتيم على خمسطاشر سنتيم المهم هادشي كيوصل لمن كيوصل لواحد الاناء هاد الاناء ها هو ممكن انكم تخلصوا منه ولا تديروه في خنيشات وتحييضوا ذلك شي هادشي بالنسبة يعني الليكاج ولكن كين نوع ديال المربي اللي غادي ديروه الليكاج ولكن في نفس الوقص ديينوه حلقاراج مثلا هادك غاراج يعني مع اندو غيبة بواحد يعني كيدخل كيقول بالنسبة انا راني مزيان دير تربيه ديال الارانيب مزيان اولا شمش ممكن تدخله مش تانية تانيا مدايرش شي مكان دير تهوية كونوا متأكدين ان ديك الارانيب اللي كيكونوا في هاد الحالة كيكونوا ماشي نورمال ماشي طبيعيين اولا كتلقى الام الامهات من كيتلقحو يا اما كيرميوا قبل الوقص المحدد ديالهم يا اما كيتعطلو في الولادة وكيبقاوا الاجينة في الكرش ديالهم كل شي من هاد الغاز ديال الامونيا علاش هاد الغاز ديال الامونيا كيدير هاد الشي لانا الارنب فيه متل شوفو يعني كيتنفس تنفس عادي نورمال اني تا مثلا اه الشمس ايلا تعرضت الجيسا ميل الارنب تعرضها لاشيه عالمي باشرة شمس كيتحسوا به كان هاد الفوق العاده انتم لاحظوا معا يأنها هاد القاطع ما كان هادشان جون يعني ساكتهم هاد ديال فنفس الوقت ممكن انه الاشيه عادي الشمس ايلا تعرضوا لها يبقى او هادش ينهتوا وفي نفس الوقت غاز الأمونيته ويجعلهم ينهتوا كثيرا لأن جهاز التنفوسي ديالهم يكون مسدود إذا كان الجهاز التنفوسي مسدود يكونوا متأكدين أن الأرنب ديالكم ما يعيش بواحد طريقة مزيانة خص ضروري التهوية إن المكان ليس من لابد أن دي مكان عاتب الناس اللي يديروا التربية الأرضية تربية الأرضية هذك الموربغ هذيكون في الأول كي ينقي هذيكون عنده ديك الحماس ديما كيكون واحد بيعاد دير مشروع جديد كيبقى ينقي من بعد كيبدأ يقول ايوة صافي خلي تل سيمانة الجاية عاد النقي عليهم كل تيام اربع ايام خمس ايام تكتولي في سيمانة كيولي كي تكون واحد يعني فضلات كتكون وكتل صقف السيمة يعني وخا كتغسلها ما يمكنش أنها غادي تحييد الريحة نحن كنا نذهب إلى الريحة خاص المكان يكون مهوي إلى باقي الأرنب ديالك يكون مرتاح هذا الغاز هذا أراه غاز خطير ممكن أنه يضيع مشروع كله يعني المكان خاص يكون مهوي لاحظوا معايا أنني هنا شوفوا الشميشة اللي ضاربة هذي الشميشة هذي أراها كتوصلهم كل الصباح يعني كان نزله ليومر الغيطاء هذي هوا ولكن هاد الريحة هذي هني قلت لكم كونوا متأكدين أنها رها ما عنديش أنا سباك الله الريحة ما عنديش ديال الأراني ما كانش اني شي واحد يدوز من حد الضار ومسلا يشم ريحة ديال الأراني أنا مشي راني دير شي أرض قطعة أرضية ودير فيها الأراني براني دير مغير في السطح ديالي يعني عندي الدويرة ديالي ودير فيها السطح دير فيها أراني ولكن أنا عاطيهم في الحقيقة وقتي بكله يعني ما كان تحرقش الشي جهائي اللي لمشيت الخدمة ديالي هاد ليه مترا كينا الأزمة ديال كورونا الفيروس كورونا عافكم الله وعاف جميع المسلمين ويربي بعد علينا هاد الوباء والناس يمشي لخدمة ديالهم بطريقة طبيعية إذن كيما قلت لكم عاطي كل وقتي لهاد الأراني بي يعني كالنقية تنظيف اليومي بشكل يومي يعني المراقبة بشكل يومية كونوا متأكدين أن الأرانيب كيكونوا مساحين كيوليوا يعني يخدامين معاك يعني كيولدوا كيتلق حمزيان كيولدوا مزيان كييراقبوا الصغار ديالهم مهم كيخدموا معاك بالعربية كيخدموا معاك إذن حاولوا أن قاعد اللي دير الأخطاء من هاد النوع مثلا كان شي بيت وما مهويش حاولوا أنكم تهويوا يعني تخليوا مدخل ومخرج يعني ويكونوا واحد تيار هوائي اللي كيدور كيحيل هذيك الروائح اللي كيناء في المكان بالنسبة للناس اللي ديرين في السطح صافي راكي كل الهواء يعني متجدد ما ما يخافوش من تشي حاجة إذن غاز الأمونيا وأحضب عن شعوراهم غز الأمونيا وكيف تحفو pert profits ما يعني راكي كل بالنسبة dari ن depart韓 poking مخنوقين من الغاز وممكن انه يضرهم وانتوما متعرفوش علاش علاش هذو الأرانب يعني شخص صادق له وشخص مصادق لهش راه ممكن ان المكان اللي انتوما داين فيه الأرانب راه ممهويش العربية ممهويش أشيعة الشمس اشيعة الشمس ضرورية انا ما عنديش أشيعة الشمس ممكن ان الشمس ما تكونش داخله عندكم الشمس راه معقب 100% ولكن القادية دي التهوية ضرورية ماشي ماشي التيارات الهوائية المجهدة يعني باش ميتصابولكش بالزوكام ولكن يكون المكان مهوي يعني كيدخل البرد وكيدخرج من جهة الأخرى صاف هذا هو انا ما قدش نقول لكم يعني انا كل واحد غاد يكون عنده مقاييس مختلفة كاي اللي عنده بيت كبير كاي اللي عنده بيت صغير مهم ان يكون عندكم مكان ديال دخل الهواء ومكان ديال خروج دياله يعني المكان ديال الهواء كيتجدد المكان اللي عندكم يكون فيه الهواء متجدد بشكل يومي صافي وان شاء الله المشروع ديال التربية ديال الهواء اللي بغا ديكون ناجح مئة بالمئة علاش لانه هاد الغاز هذا ركيين بزاف الناس اللي ما فاهمينش علاش شن هو الغالط اللي عندهم والغالط هو هو ببساطة التهوية التهوية مديرين عاش اذا الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركو معنا متنساوناش بجير زر جام باش نتقنصف لكم الفيديويات بحل هاد الشكل هدا كنشكركم على التعاليق تاييبه ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركو معنا وتكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله